رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها إن هذا الميثاق يأتي ضمن توجه عامل لتعزيز منظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام والتي أسس لها صدور نظام مكافحة التحرش كما ذكر الدكتور الخثلان أن هذه المنظومة التشريعية تأتي استجابة للتوسع في توظيف المرأة وما يستوجبه ذلك من وضع ترتيبات لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من التحرش والاستغلال وأشر إلى أن المدى الخامسة من النظام تنص على أن تتخذ الجهة الحكومية والأهلية تدابيرا لازمة لمنع التحرش ولذلك فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق ومدونة لمنع التحرش يعد الخطوة الأولى ضمن هذه التدابير كما دعا نائب رئيس الجمعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التعميم على المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل وضع مواثيق مماثلة كما طالب كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الأهلية بالإصراع في سن مواثيق ومكافحة التحرش وتعميمها على منسوبها بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة خطوة جيدة صحيح بدايتها وضع هذا الميثاق ومن ثم إن شاء الله خطوات أخرى يعني لتقييد بعض المشاكل التي تحصل من خلال عمل المرأة في بيئات أحيانا تكون ممكن تختلط بالرجال بدرجة